من منتخبنا الوطني نروح لأخبارنا المحلية ونتكلم عن النادي الأهلي النادي الأهلي بينهي اتفاقه اللي ضم مهاجم أجنبي في أضيق الحدود النادي الأهلي هيبقى عنده تحركات في القائمة المقبلة لأنه يعني نتكلم في ثلاث لعيب ومش أكتر من كده في ثلاث مراكز مش أكتر من كده فتكروا الكلام اللي احنا بنقوله لو زادت قوي تبقى أربعة مصر مش أكتر من كده ده لو زادت قوي النادي الأهلي طلباته محدودة وهم عارفين هم عايزين إيه؟ عايزين كام لعيب وعايزين في أي مركز من المراكز فما تفتكروش إنه النادي الأهلي داخل على مجموعة صفقات كتيرة الفرقة قصة نوقف على رجليها كويس قوي وفرقة النادي الأهلي ديراتي عنده فرقتي ما عندهش فرقة واحدة فحتى يعني هيبقى من غير المنطقة ده فيه ناس ساخددش فرصها يعني بتخيل كمان إنه فيه ناس من اللعيبة اللي ظهر بمستوى كويس واللي الناس عايزاهم يكملوا مش هيكملوا هيخطلعوا إعارات فالنادي الأهلي فيه مهاجم أجنبي قريب جدا جدا في سكة وده اختيار مارتين يول على فكرة هو الراجل اللي طلب